السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة فيزا غالي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فيديو جديد ووصفات جديدة أو لا تذابير منزلية جديدة إن شاء الله ستنفعكم في الحياة ديالكم وتسهل عليكم المأمورية في الأعمال ديالكم لأنها فعلا مفيدة فما تفلتوا حتى تدبير وبقى معي حتى الأخير الفيديو وفرجة ممتعة إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بتدبيرها الأولى دائما هاد الفرن ديال الغاز وخا نضفوه كما كان شارك دائما معكم بوصفات لي هي متنوعة أو متعددة ولكن الحاجة اللي كان نسوهم هاد هادو باش كان حلوهم هاد السورس ديالو هادو باش كان خدموه يعني هادو كيكونوا دائما معلكين وكيكون فيهم واحد الأوسخ لي هي ما بيناش فاليوم غادي نشارك معكم بطريقة باش كان نضفوهم لأنه صعب شوية تحيدو لنا هاد البوطونات أو هاد الأزرار ديالو غادي نشارك معاكم الطريقة اللي كان دير باش نحاول على الكستري ديالي ما يتقلعش من المكان ديالو بذلك الجهد وايضا نحاول على هادو باش ما يتكسرش ليا شوفوا أخواتي هاد رماشي شوفوا كي دائما معلك بالأوسخ ولكن رماشي الأوسخ اللي فيه هاداك البرودو ديال ميستر بيه هو اللي كي يدخلي في ذلك الأماكن فهذا الطريقة اللي كان دير باش نشارك معاكم نحيدوها ضروري ما تبقوش تنسوهم وتحافظو عليهم يعني كان الأخوات اللي قالوا لي كي حيدوهم بسكين فهذا كي يكون خطر على البطا ديالنا كي يخسرها لنا فكتبقى هاد الحيلة هادي دائما كتساعدكم كتدخلو التوب بالطريقة اللي وريدكم كتدوروه وكتحيدو هادا هادا سوارت ديال البطا بوحد الطريقة اللي هي آمينة ما كتخسرش البطا ديالكم شوفوا الطريقة باش نحيدوهم ركيت حيدو بكل سهولة كي ما قلت لكم هادورا مشي شي أوسخ لهم ديال الأوسخ لأنه دائما كان دوم على هادا طريقة ديالنظفة ديالهم ولكن هادا داك البروديو ديال مستربي بعد المرات هادا كان نمسحه غرب من الفوق ما كان حيدوهمش وكيدخل في ذوك الأماكن كان نضفون بالماس مدافع عادي او لا ما عادي وهذاك السائل ديالغاس الأواني اللي شاركت معاكم الوصفة دياله كيفاش تردوه اقتصادي وتكتروه قد نحط لكم الرابط دياله في صندوق الوصف إن شاء الله أولا في أول تعليق كي ما قلت نحط لكم قائمة تشغيل أولا بلايليست نحط لكم أيضا في التعليق الأول فيها جميع هاد التدابير المنزلية طريقة باش ننظف هانتو ما شوفوا بسيطة كيف ما قلت لكم رحيتم ماشي أوسخ راكت ننظف يعني بوحد طريقة لي هي سهلة شوية القطن و شوية ديال الخل الأبيض هانتو ما شوفوا هادا هادا الأوسخ اللي فيهم من هنا يا صافي كننظفوهم كندوموا على هادا الطريقة بغيتكم البنس ما تنسوا وش هاد الطريقة هادي ديال هادا تنظيف ديال المفاتيح ديال البوطغاز باش تكون عندكم يعني الأمور ديالكم كلها أنقية وما يكونش عندنا أوسخ أو لا أشياء اللي هي مقززة هادا 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 رح نردهم بطريقة اللي هي سهلة دائما هادا ما كان حلهمش كل مرة كنبغي نغسل البوطغاز ولكن واحد المرة في تقريبا هكا في جوج أسابيع اللي رح نديرهم هما الطريقة بدكتو باللي شفتو باش كنحلة مكان حلها لبسكين ولا نجبدها بعنف باش يتقلع هادا الكاستري ديالي كندير ذيك الطريقة اللي شاركت معاكم ورا كتتسرح البوطة ديالنا كتولي البريكة خدمة عادية ما كتكونش هكا معلكة اولا مشدودة هكا بدكو الأوسخ وكتبقى هاد الطريقة ديال تنظيف دائما خصنا ما ننسوهاش ونبقون تفكروها ديما يعني ما نبقاش نغسلو غير البوطة بوحدة ونخليهم صافي كملتهم بعد شكل هذا البوطة كما العادة انقية شوفوا يعني هادوك العيون ديالها وندزوا ان شاء الله التدبيرة التانية بالنسبة للخضرة ديال السفرج المشكل ديالها كان نفتحها دائما وكانت اكسد كتولي اللون ديالها كي يقولي هكا مزويش كي يقولي بحلها قوي او لا اللون دياله بوني بهذا كتأكسود فاليوم غدي نشارك معاكم الطريقة اللي كندر وخا كنخليها هكا بلا ماهنتو مشتورها في القاملة مقطعة يعني انا خليته هكا تعميت نخليه بدون ماء ولكن درت لي هادا الفكرة اللي غدي نشارك معاكم باش ما يتبدلوش اللون وهو الحامض كنحكوه بالحمض هكا كي طيب سفرج ديالكم لان هذا الوقت دياله استغلوها البنات صوبوا بيها وصفات صوبوا بيها مربا ديال سفرج العاصر عرب بزاف الوصفات كي تصوبو به فاستغلوها في هذا الوقت وديروها الطريقة ديال الحامض ما كيتأكسدش وخا كي يبقى غيرها كبل ما يعني ما كيتبدلش اللون دياله تمنى ان شاء الله تكون حتى هادا الفكرة هادية مفيدة ليكم وطبقوها ان شاء الله باش هكا اللون دياله ما يبقاش يقوليه اسود ويكون لطيبوه يكون اللون ديالو مفتوح بما أن الكوكوت دي القهوة أخواتي إخواني راه الله يسترى قم بلا موقوته عندنا في البيوت ديالنا إلا ما نضفناهاش واهتمنا بها بزاف فقد نشارك معكم الطريقة الصحيحة باش نضفوها لأنه إلا ما كتديروش هاد الطريقة هادي مع الوقت لا يحفظ راه تقدر تسبب واحد المشكلة هو كبير أو لا لأنها فعلا خطيرة بزاف هاد الجلدة هادي وهاد صفية ضرورة بقوا تحيدوها دائما في تنظيف ديال هاد الكوكوت هادي أولى هاد العصار دي القهوة كيف ماش فتوخسكم تركزوا باش تشوفوا هاد العيون ديال أنتم مشتورة مفتوحين ولكن راهينا بقوا مستدولين من القهوة و هاد التيو ديالها ضروري كل شي هاد الأشياء هادي نشارك معكم الطريقة باش نضقيها في الأول كان نغسلها غير يعني بهذا ديال الأواني وكان جيب هاد الشيطة الخاصة بهذا بالنسبة لهذا الشيطة رعندي منهم عدادة البنات بزاف كنجيبهم من تخفيضات ديال خمسة ديال الدراهم كان ستتعملوا وحدا لهذا الحوض ديال ديال كوزينة وحدا بحال هذه الأشياء هادو ديال أواني فخدوهم إلا قيتهم راهم كتارين كيكونوا مبتداءا واحد نوع بجوج دراهم وكين هاد النوع هذا بخمسة ديال الدراهم كيساعدونا مزيان شوفوا الطريقة باش كان ننظف هاد التيو ديال هاي لادرتوها الطريقة مع عمركم تخافوا من من هاد العصارة ديالكم انها لايحفظ نفاجر او لا توقع شي حاجا فدومها مرام را هكا واحد جوز سيمانس واذا يدرو هاد الطريقة فتحو ديال جلد وفتحو هاد التويو ديالها وهنا غادين نرد كل شي كيف ما شفتو وغادين نردكم الطريقة باش كان اللمع من الداخل وكان عقمها وكتغسل من الاوسخ يعني لا ردتو البرة محكيتها لا بجيكس من الداخل اوالو هادين ندير واحد الكيمياء ديال الماء وغادين نضيف دائما الخل الابيض لدائما دائما وقف معنا فهذا الاشياء هادي فالخل الابيض او لا اي نوع ديال الخل ضروري سيكون معاكم في المطبخ ديالكم وفي البيت بصفة عما شوفوا درت فيه خميرة ديال بيكين باوضر او لا خميرة الحلويات وغادين نسد ديال فوق البطاها انتم ما شوفوا مليكات كالطيب على شكل اننا ديرين قهوه يرى غير الماء زائد الخل زائد خميرة الحلويات صافي بعد ما شوفوا الماء يخرج اللون ديالو يعني اللون ديالو اسفر هادو كل اوسخ اللي كيكونوا الداخل لي مكان حكوهم مشاك مكان مسلومش كيتنقاو غادين نغسلها ان شاء الله ونديروا فيها القهوة ديالنا وغادين تشوفوا انها تسرحات الا اعتمتوا هاد الطريقة هدي مع ممركوم تخافوا انها غادين تصبح خطيرا ان شاء الله غادين تكون اشياء هاجهة لي هي امينة الى تبعتوا له هاد الطريقة دائما تبقوا تنظفوها وتفتحول هادا كل داخل ديالها صافي القهوة ديالنا هي ط اتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الفكرة هادى وتطبقوا على الكوكوت ديال القهوة ديالكم منذ التدبير الموالية واحد الأخ طلبت مني الطريقة ديالا تنظيف الملابس باش هكالاللوان ميبقاش يدخلو في بعضياتهم وميبقاش يتوسخوا لنا او لا يتخلطوا لنا الالوان سنشارك معكم الطريقة باش كنصبن هاد الملابس وخانتوا ماشتو كل واحد فلون يعني هنا كان اللون القري وكان اللون مفتوح كان الغوز كان يعني جميع الالوان كينا سنشارك معكم الطريقة اللي كان دير ما كيطل التحجة ديالنا قوش وما كييوقع لهم التحجة في الاتصبين وانا اسمع لا نستعمل هذا القجر هذا ولا هاد القبيطة هادى سائل اولى هذا لكي نصح البنات لكيستعملوا الاتصبين تبيروا هاد السائل هادى هادى سر هذا اللي هو هادى الخمير الكيموية دائما كتعطينا واحد للمعة ويعتبرنا الالوان وبالنسبة لتعطر الملابس الى ما جبناش هاادى الخاصة اللي الخاص بك سوف نقوم بإضافة المعطرة سوف نقوم بإضافة البروغرام سوف نقوم بإضافة البروغرام ولكن نضيفه حتى يكون لدينا نظافة وهي مركزة نزيد في الحرارة التي لا أحتاجها ونزيد تصبينا الزائدة ونزيد في الحرارة ونزيد حتى الحجم ونزيد حتى الحد ونزيد حتى تصلب تقريبا ١٥ دقائق ونقوم بإضافة الأفكار أتمنى أن تعجبكم ونشارككم فيديوهات قادمة أتمنى أن أتشاركوهم مع الأحباب والعائلة وإلى اللقاء في فيديو قادم